موسيقى زيكو حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير بصحة وسعادة يا مواليد برج القوس النهاردة ان شاء الله آآ معادنا مع القرية بتاعتكو لآآ شهر فبراير هشوف احوالك واحوال شريكك والطاقة بتاعتك والطاقة بتاعته حبايبي مواليد برج القوس هاسبلكو رابط آآ الاراية الشهرية آآ العامة لآآ شهر فبراير في اعلى الفيديو آآ هاسبلكو رابط في المحفظة كلها بتاعة الابراج تقدروا تشوفوا اي برج آآ الشهر ده الاراية العامة بتاعته كانت عن المال والعمل والصحة والعاطف دي الوقتي بقى معادنا مع ارايتكو العاطفية ولو ظهرت حاجة عن المال والعمل آآ هقولها لكم بسم الله نتي اتحب اول كارت لطاقة مواليد برج القوس اسحب لك اول كارت سول ميت التاقة بتاعتك يا برج القوس حلوة قوي وهي آآ آآ او هو كارت السول ميت كارت السول ميت ده معناه انه آآ هتقابل توأم روحك وآآ هيكون في بينكم شراكة آآ متناغمة جدا حبه وعاطفة وصداقة يعني ممكن الصديق لي يكون هو ده توأم روحك وانت لسه مش مكتشف ده آآ ولكن شايفة في علاقة حلوة بتدخل حياة برج القوس اذا كنتو عزاب او علاقتكو بترتقي اذا كنتو موجودين اصلا في علاقة عاطفية آآ امورك بتتطور وبتتحول احسن وفي شخص آآ بيدخل حياتك آآ علشان ياخد العلاقة دي او آآ يعني يطلع بيك لمستوى اعلى من الشفاء الروحي والوعي والصداقة آآ هيكون في تجربة حلوة وفي حب متبادل بينك وبينه على الرغم من ان آآ الاختلاف ممكن يكون يعني بينك وبينه في بعض الحاجات الا انه هتحس ان الشخص ده توقع مروحك وهيكون في بينكو انتو اللي اتنين آآ جاذبية آآ كوية وآآ الامور بينكو هتبقى افضل وشايفاكو انتو اللي اتنين آآ اصحاب وهتبقوا اصحاب مدى الحياة آآ شايفا اموركو آآ بتبصوا للامور من منظور تاني خالص والامور بتتغير وبتفهموا آآ يعني شايفاكو بتفهموا الدنيا حواليكو مش ازاي ولكن انتبهوا من الناس حواليكو ما تحكوش لحد عن العلاقة العاطفية اللي هتبقوا فيها لانه هتبقى علاقة حلوة جدا عاطفيا حطوا في اعتباركو ان الحب اعمق واقوى وآآ وبغض النظر عن المدة اللي انتو قدتوها مع بعض انت والشريك ده او الشخص ده سواء انت لسه عارفوا من قريب او تعرفوا من فترة بس حط في اعتبارك انه الصدقات والروابط الرومانسية آآ يعني هتاخدك لمستوى اعلى وآآ واخيرا هتلاقي الشخص اللي هيرفقك وهيكون في حياتك آآ وهتحس من ناحيته بالروحة النفسية آآ وحتى آآ نفسيتك داخليا هتبقى يعني مبسوط ان انت مع الشخص ده آآ الشخص ده هيكون فيه انجزاب بينك وبينه هتحققوا حلو مع بعض هتكون رحلة حلوة في حياتك العاطفية هتتشاركها مع الشخص ده وآآ الابواب كمان على المستوى العين بتتفتح لك وبتتحقق حاجة انت كنت بيستنيها من زمان آآ يا برج القص طب تعالي نشوف توكت شريكك هتقوليني ايه في اسمين ده شريك برج القص طيب تعالينا كارت توزا سي طيب معناه ايه بقى الكارت ده او بيقول لنا ايه عن طاقة آآ شريكك آآ الشخص ده آآ خلينا نقول انه فيه نقط آآ آآ معينة في العلاقة بينك وبين الشخص ده آآ هتتفقوا فيها نقطة معينة دي هتتفقوا فيها آآ وحيمشي مع الطيار وده اللي صالحك انت عاطفيا آآ والشخص ده هتلاقيه عايز يشارك معاك حاجات حلوة آآ في حياتكو وشايفه بيتخلى عن حاجات في الماضي علشان يكون معاك ويمشي على طريقتك وعلى سجيتك وهيسمح للعلقة ان هي توصل لمستوى اعلى والشخص ده يكون عنده رغبة انه يكمل معاك في السفينة الحياة او في رحلة الحياة وشايفه انه آآ في حاجات كتير آآ هيعديها عشان او هيتنازل عنها عشان يبقى معاك وهيكون في حب متبادل بينك وبينه وكل حاجة هتمشي على ما يرام وهتمشي دي صالح برج القوس وهيكون في فرصة حلوة قوي قوي للارتباط بينكو انتو اللي اتنين والشخص ده حتى لو كان عنده معساقدات معينة في حياته عنده امور معينة ماشي بيها هتلاقيه بغير في نفسه وفي حياته الشخصية علشان يبقى معاك ويوائم التغييرات اللي انت عايزها وآآ كأنه في معجزة هتحصل في حياتكو انتو اللي اتنين وهتتجمعوا على خير يا برج القوس طيب برج القوس تعالوا نشوف الكروت بتاعت التارت هتقول لنا ايه بسم الله بوقت مواليد برج القوس بسم الله حبيبي برج القوس آآ تعالوا لكم الابراج برج الجات برج السرطان برج العقرب برج الاسد آآ برج القوس شايف قلبك آآ حزين ومكسور بسبب علاقة كانت في الماضي وشايف ان انت كل ما تيجي تنسى تفتكر كل ما تيجي تنسى تفتكر كأنه جرح في قلبك وبيفكر عليك حاول تخرج الماضي من حياتك يعني كان في حياتك فيه شخص غادر وآآ وكان فيه خلينا اقول آآ طاقة سلبية بينكم انتو اللي اتنين آآ آآ علشان تفترقه ولكن الشخص ده من جواه بيحب المال جدا فده ساعد ان الشخص ده يخرج من حياتك هتكتشفوا انه ده شخص ما كانش يستاهل هو حاليا الايام دي الشخص ده بيفكر فيك كتير وندمان قوي قوي عليك يا برج القوس وقاعد يشغل نفسه بحاجات علشان ينساك الشخص ده نزل الشغل آآ بيحاول يدخل في دوامة العمل او بيرمي نفسه في الشغل زي ما بنقول كده علشان ينسى موليد برج القوس حتى لو مش محتاج بالشغل ده فانت هتلاحظ انه نزل شغل او بيدور على حاجة تشغله عشان يبطل تفكير فيك الشخص ده آآ بيغير عليك جدا آآ وللأسف الحمول اللي كانت في العلاقة دي كتير وقدت لانفصالكو او هتؤدي الانفصالكو انا شايفة فيه حد بيرحل من علاقة عاطفية الايام دي في علاقة عاطفية بترحله منها بسبب الشخص ده وشايفة برج القوس بيستعيد آآ ويته تاني وبيمسك زمام الامور وشايفك كأن بقى في حد من الماضي حد صديق قديم بقى هو لهرجى يزار في حياتك تانية على الساحة يا برج القوس الايام دي انتظر حد هيكلمك آآ شخص ده حكيم ومتزن وهيحاول يدخل حياتك فيه شخص هيحاول يقدم آآ مصلحة لبرج القوس ولكن شايفة برج القوس بتدي له ظهر ومش عايز يصلحه آآ برج القوس كانك في سكة سفر او آآ شريكك في سكة سفر وشايفة برضو عند البعض كأن الشخص ده فيه بينكم وبينه اختلاف سطافي آآ تعليمي مالي مادي اجتماعي انا شايف فيه اختلافات بينكم انتو اللي اتنين بس شايفة بتتصرف بحكمة وشايفة آآ بتعترض على اي حاجة مش عجبك يا برج القوس وشايفة قاعد آآ تستعيد ذكريات كانت في الماضي حاول ان انت تنسى الذكريات علشان اللي هي المؤلمة علشان شايفة بتفكر كتير اي وعندك حزن وعندك قلم آآ فقلبك بسبب علاقة كانت في الماضي فما تخلاش تفكر عليك الايام دي هي علاقة انتهت ولكن عشان تبدأ من جديد شايفة عند البعض فعلا عند البعض فيه رجوع وفيه فرصة تانية لاحياء العلاقة دي يا برج القوس شايفة عندكم آآ مناسبة فيه مناسبة اجتماعية وآآ مناسبة دي مناسبة خطوبة او مناسبة زواج يا برج القوس طب خليني ااخد لكم كارت من كروت الرومانس نشوف نسيحة الرومانس فيها لقعة تفاية استحاق الانتظار وآآ كأن جيت توقيت اللي ربنا محدده آآ علشان تتقابل انت وتوقع مروحك برضو وآآ هتلاقي حاجات كتير بتوصلك بتوقع مروحك ورفيق دربك ان شاء الله وآآ وهتعرف تعبر عن قراتك وهتسيطر على حياتك وهتستعيد او هتلاقي الحب الحقيقي يا برج القوس وآآ وكارت دا بيأكد لك ان العلاقة دي تستحق الانتظار فعلا وان التوقيت الالهي ربنا آآ محدده هتتجمع فيه ان شاء الله بتوقع مروحك وشريك حياتك ان شاء الله حبابي برج القوس دي كانت قراءتك وتمنى يا رب القراءة تكون عجبتك ولو سمحت بتنسوش تشاركو في الكنالة وتفعلو زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل ليوصل لكم باشعار واللايك والشير علشان كل موليد برج القوس يشوفو الفيديو واشوفو فيديو جديد يا برج القوس